بعد عمليات بحث مكثفة استمرت لساعات خلال الليل وفي ظروف جوية صعبة بالغة البرودة والضبابية أعلن رسميا عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطم مروحية كانت تقلهما والوفد المرافق لهما في أثناء عودتهم من الحدود الأذرية فرق البحث الإيرانية كافحت خلال الليل عواصف ثلجية وتضاريس وعرة في منطقة ورزقان الجبلية بمحافظة أذربيجان الشرقية لتتمكن في النهاية من الوصول إلى حطام الطائرة في الساعات الأولى من الصباح بحسب جمعية الهلال الأحمر الإيراني فإنه عند العثور على موقع التحطم قرب حدود أذربيجان لم تكن هناك أي علامة على أن ركاب المروحية على قيد الحياة بعدها أعلن الهلال الأحمر أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث الرئيس ووزير الخارجية وثمانية أشخاص آخرين بين مرافقين وطاقم الطائرة ليتم نقلهم إلى تبريز مركز المحافظة معلنا انتهاء عمليات البحث وعاقب تأكيد خبر الوفاة أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا أعقب اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء أكدت فيه للشعب الإيراني أنها ستواصل العمل من دون أدنى خلل في إدارة البلاد فيما أعلن مجلس صيانة الدستور تولي محمد مخبر دازفولي النائب الأول الرئيس مقاليد حكم البلاد مؤقتا بعد موافقة المرشد علي خامنئي